تهديد جوديد لحرية التجارة العالمية وأمن الصدرات البترولية شكله هجوم بطائرة مسيرة حاولت استهداف ميناء راس النورة شرق السعودية تفاصيل أكثر عن هذا الميناء التاريخي في حركة النفط السعودية والعالمية نتابع في هذا التقرير هذه اللقطات شاهدة على تدشين أول شحنة من النفط السعودي قبل 82 عاما حيث افتتح الملك عبد العزيز أول منشأة سعودية متخصصة لتصدير النفط ميناء راس النورة وجهة لألاف سفن النفط من حول العالم حيث يصدر أكثر من 20% من مبيعات النفط العالمية طائرة مسيرة قادمة من جهة البحر حاولت استهداف إحدى الخزانات البترولية في الميناء لكن جرى اعتراضها وسقطت في إحدى ساحاته دون تسجيل أي خسائر بحسب وزارة الطاقة السعودية بعدها بساعات محاولة اعتداء أخرى بصاروخ باليستي لم يعلن حتى الآن عن مصدر إطلاقه سقطت شظاياه بعد اعتراضه من الدفاعات السعودية بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران وزارة الدفاع السعودية أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية السعودية دعت دول العالم للوقوف ضد هذه الأعمال لأن تأثيرها يهدد حرية التجارة العالمية وأمن الصادرات البترولية ليس للسعودية فحسب بل للعالم أجمع